بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يبقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إخواني الكرام أخواتي الكريمات في هذا الملتقى المبارك أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة وسعادة وسرور ها نحن نلتقي بكم مجددا في مجالس العلم النافع في هذه الأمسية الثقافية التوعوية الهادفة والرائعة والتي هي بعنوان قانون وميزان اليقين القانون الحادي والأربعون من هذه السلسلة المباركة فهل أنتم مستعدون لكي تتعرفوا معي على هذا القانون الرائع والهام والذي هو كفيل بإذن الله عز وجل لنقل حياة الإنسان لكي ينال أعلى الاستحقاقات في الدنيا والآخرة وكونوا معنا أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات انظروا إلى الشريحة التي أمامكم والتي تمثل قانون وميزان اليقين القانون الحادي والأربعون وهذه الشريحة تحتوي على مجموعة من الأسئلة الاستفتاحية هل فعلا هناك من وصل إلى درجة ومقام الموقنين هل فعلا أنت وصلت إلى هذه الدرجة وهذا المقام هل تريد أن تصل إلى هذه الدرجة وهذا المقام هل تريد أن تتعرف على أسرار تفعيل قانون وميزان اليقين فكونوا معنا أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا نضع شعار لهذه الأمسية ونسميه شعار الموقنين وهذا الشعار هو شعار الحماية من الخوف والحزن ونقول ونردد هذا الشعار بالآية القرآنية الموجودة في كتاب الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رددوا معي هذا الشعار بارك الله بكم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك دعونا نردد دعاء الموقنين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذا الدعاء في كل يوم وليلة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أخواني الكرام أخواتي الكريمات انظر إلى القاعدة التي أمامكم والتي تدل على أهمية اليقين أن اليقين يتحقق لكل الناس يوم القيامة قال الله تعالى أي ولو ترى يا محمد حال هؤلاء المجرمون عندما يعودون إلى الله يوم القيامة وعندما تنكشف لهم الحقيقة التي كانوا ينكرونها هؤلاء المجرمون أي عكس المسلمون الذين بالغوا في ارتكاب المعاصي والذنوب وفي مخالفة أوامر الله عز وجل هؤلاء المجرمون كيف يكون حالهم أنهم ناكسوا رؤوسهم إيش يعني ناكسوا رؤوسهم أي خاشعين خاضعين أذل مقرين بجرمهم سائلين الرجعة قائلين ربنا أبصرنا وسمعنا أي الآن بان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عينا اليقين ثم يطلبون من الله عز وجل أن يعودوا إلى الدنيا فارجعنا نعمل صالحا يعودوا إلى الدنيا لكي يفعلوا العمل الصالح في حياتهم لماذا؟ لأنهم الآن أيقنوا أي تأكدوا وتبينت لهم الحقيقة الحقيقة في يوم القيامة وهذه الحقيقة أن ما جاء به الرسول هو الحق وأن البعث يوم القيامة هو الحق وأن الجزاء حق وأن الجنة حق وأن النار حق فلماذا لا نمتلك مهارة تفعيل قانون وميزان اليقين من الآن حتى نحمي أنفسنا من هذه المواقف المخزية في الدنيا والآخرة وننال أعلى درجات السعادة في الدنيا والآخرة والقرار متاح الآن لك وهو بين يديك اللهم اجعلنا من عبادك الموقنين أخواني الكرام أخواتي الكريمات ولأهمية اليقين انظروا إلى القاعدة التي أمامكم أن اليقين صفة دائمة من صفات المؤمنين ورد ذلك في القرآن الكريم في السورة الأولى بعد الفاتحة في أول خمس آيات عندما تحدث الله تعالى عن صفات المتقين قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أيضا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه هي صفتهم أيضا وبالآخرة هم يوقنون وما هي النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات وبالآخرة هم يوقنون هذه هي صفتهم أنهم على علم تام واعتقاد جازم أن هناك آخرة وماذا يعني بالآخرة المعنى الظاهر والعام والمعروف عند الجميع هو ما سيكون للإنسان بعد الموت ولكن هناك معنى باطن وهي خواتيم الأعمال يعني أن يكون المؤمن على يقين أن الله سوف يعطيه في نهاية المطاف ما يريد لذلك الله عز وجل قال لنبيه في سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى يعني نهاية المطاف سوف يكون خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما اليتم في بداية المطاف ثم بعد ذلك نقله في نهاية المطاف فآوى إلى الإيواء ثم أيضا ووجدك ضالا هذه البداية ثم نقله من الضلال إلى الهدى فهدى وهذه هي الآخرة ثم ووجدك عائلا هذه هي البداية أي الفقر ثم بعد ذلك نقلك إلى الغنى فأغنى إخواني الكرام أخواتي الكريمات انظروا إلى السؤال التفاعلي الذي أمامكم ما معنى اليقين الله عز وجل قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي استمر في عبادة ربك حتى يأتيك اليقين إذن ما معنى اليقين وإذا جاءك اليقين فأنه بعد ذلك يحدث انشراح الصدر إذن من خلال اليقين يتحقق انشراح الصدر للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا إذا تحقق اليقين عندنا فما هو المقصود من اليقين أخواني الكرام أخواتي الكريمات اليقين له معاني كثيرة ومتعددة وهناك عبارات تشير إلى اليقين نذكر من هذه العبارات التي تشير إلى اليقين اليقين هو لا حزن ولا خوف اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل أيضا اليقين هو الاعتقاد الجازم أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أيضا اليقين هو قوة الإيمان أي أن تؤمن بما تريد أيضا من معاني اليقين هو الرضا والتسليم أي لا حزن على الفقدان ولا خوف على الوجدان أيضا من معاني اليقين هو قوة المشاعر الإيجابية أيضا من معاني اليقين هو الثقة التامة بالله والعزة والطمأنينة أيضا من معاني اليقين هو زوال الشك وانعدامه وأخيرا فإن اليقين هو العلم الجازم الذي لا يقبل التشكيك قال الله تعالى إن هذا لهو حق اليقين وقال أيضا وإنه لحق اليقين إذن إخواني الكرام أخواتي الكريمات هناك عبارات تدل على اليقين نذكرها باختصار هو لا حزن ولا خوف هو العلم التام هو الاعتقاد الجازم هو قوة الإيمان هو الرضا والتسليم وهو قوة المشاعر الإيجابية وهو الثقة التامة بالله والعزة والطمأنينة وهو زوال الشك وانعدامه وهو العلم الجازم إخواني الكرام أخواتي الكريمات اعلموا أن اليقين موجود عند كل الناس بالفطرة انظروا إلى السؤال التالي لماذا يقدم الإنسان على شراء سيارة جديدة مثلا لأن هذا الإنسان على يقين أن هذه السيارة الجديدة سوف تدوم معه عمرا أطول وكذلك سوف يكون استهلاكها للطاقة أقل كذلك سوف تكون فيها الأعطال أقل وهكذا فبسبب هذا اليقين بهذه الإيجابيات عند شراء السيارة الجديدة فإنه يدفع مال أكبر حتى يمتلك هذه السيارة وهذا إن دل فإنما يدل على وجود اليقين عند الإنسان بالفطرة أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات اليقين موجود عند كل الناس بالفطرة سؤال لماذا يتوجه الناس لمقابلة السلطان أولا نحن نعلم أن السلطان يملك والذي يملك قادر على العطاء وكذلك السلطان كريم والكريم من صفته أنه يعطي الآخرين وكذلك السلطان مكانته عالية وصاحب المكان العالي يعطي العطاء العالي إذن الإنسان الذي يوقن أن هذا السلطان يمتلك كل هذه الصفات فإنه لا يتردد في مقابلته لعله ينال منه ما ينال من العطايا فكيف يكون اليقين بالله عز وجل وهو مالك الملك وكيف يكون اليقين بالله وهو أكرم الأكرمين وكيف يكون اليقين بالله وهو العظيم العزيز أخواني الكرام أخواتي الكريمات هناك قاعدة مهمة جدا 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 أن تمام اليقين أن تأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية ثم تعول على الله وهو المسبب أن يحقق لك ما تريد إذن هناك يجب أن يترافق اليقين مع الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب إذن التمكين في الأرض حدث له عندما فعل قانون اليقين وكذلك ترافق معه الأخذ بالأسباب وكذلك قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء إخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا نأخذ تمرين كيف نفعل قانون اليقين في حياتنا هذا التمرين عبارة عن حادثة نجاة بني إسرائيل من فرعون السؤال الأول كيف فعل النبي الكريم موسى قانون اليقين وكما تحدثنا فأن اليقين هو لا حزن ولا خوف السؤال الثاني كيف فعل النبي الكريم موسى قانون التأويل هذا القانون الذي شرحناه في الأمسية السابقة وهو الذي يتكلم عن الظاهر والباطن والتأويل تأويل الأحداث يعني صرف الحدث من المعنى الظاهر الذي لا نريده إلى المعنى الباطن الذي نريده أو لا ندركه كذلك كيف فعل النبي الكريم موسى قانون التأمل التأمل هو أسميته مصيدة الأفكار كيف جاءت الأفكار إلى سيدنا موسى وبسبب هذه الأفكار استطاع أن ينجو بفضل الله عز وجل السؤال الأخير ماذا كانت نتائج هذه الحادثة التي تجلت فيما بعد إخواني الكرام انظروا إلى السؤال الأول كيف فعل النبي الكريم موسى قانون اليقين عند هذه الحادثة أي لا حزن ولا خوف قال الله تعالى فلما ترى الجمعان أي تقارب بحيث يرى كل فريق خصمه ماذا قال ابن إسرائيل لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام والخوف والرعب الشديد يملأ نفوسهم إنا لمدركون أي أن فرعون سوف يدركنا بعد قليل هو وجنوده ولا قدرة لنا على قتالهم انظروا هذا الكلام الذي اندل فإنما يدل على الخوف والرعب والحزن والقلق من اقتراب فرعون إليهم ولكن ماذا كان رد موسى عليه الصلاة والسلام رد عليهم بكل ثقة وثبات بقوله كلا أي ماذا يعني هذا الكلام كلا لن يدركون فاثبتوا ولا تجزعوا لماذا إن معي ربي سيهدين هذا هو اليقين والثقة والإيمان بالله لا خوف ولا حزن ولا قلق ولا توتر ولا اكتئاب بهذا الجزم والتأكيد رد موسى على بني إسرائيل وهو رد يدل على قوة إيمانه وثبات يقينه وثقته التي لا حدود لها في نصرة الله عز وجل إخواني الكرام دعونا الآن ننتقل إلى السؤال الثاني كيف فعل النبي الكريم موسى قانون التأويل وقانون التأويل كما تحدثنا هو يعني يتكلم عن الظاهر والباطل ما هو الظاهر في هذه الحادثة؟ الظاهر إيلام الظاهر خوف الظاهر فزع الظاهر قلق الظاهر فيه اقتراب فرعون وهذا يعني يدل على القتل والموت ولكن موسى لم يتفاعل مع الظاهر وإنما تفاعل مع الباطل وقال كلا إن معي ربي سيهدي إذن هو أول هذا الظاهر المؤلم بالباطل الذي يعني يرجوه من الله عز وجل أن الله سوف يهديه يهديه إلى سبل النجاة من هذا الموقف المؤلم إخواني الكرام أخواتي الكريمات انظروا إلى السؤال الثالث كيف فعل النبي الكريم قانون التأمل قانون التأمل كما أسميته هو مصيدة الأفكار يعني من خلال التأمل كيف أسمح للأفكار تأتي إليه من خلال التأمل كيف أسمح للإيحاءات تأتي إليه والإلهامات تأتي إليه من الله عز وجل يجب أولا أن يدخل الإنسان في الخشوع والهدوء والطمأنينة هنا يبدأ يستقبل الأفكار والإلهامات والإيحاءات من الله عز وجل وماذا عليه أن يفعل ضمن المتاح الذي عنده وجاء الإيحاء من الله عز وجل فأوحينا إذن هنا جاء الإيحاء هنا جاء الإلهام هنا جاءت الفكرة إلى سيدنا موسى ماذا يفعل في هذا الموقف حتى يخرج منه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر إذن هو يمتلك العصا والبحر أمامه فجاءه الإلهام أن يضرب هذا البحر بهذه العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا ننتقل إلى السؤال الرابع ماذا كانت نتائج هذه الحادثة التي تجلت فيما بعد اعلموا أن النتائج ليست علينا وإنما هي النتائج على الله عز وجل وهذه النتائج مرتبطة بقوة اليقين ومرتبطة بالأخذ بالأسباب وفق المتاح وسيدنا موسى كان أمامه البحر وخلفه فرعون ومعه العصا وجاء الإلهام في هذا الجانب أن يضرب بهذه العصا التي يمتلكها البحر الذي أمامه وبعد ذلك بدأت تتجلّى النتائج التي قدرها الله عز وجل ومن هذه النتائج انفلاق البحر وكذلك نجات موسى ومن معه وكذلك غرق فرعون وجنوده وكذلك كانت هذه الحادثة آية للأجيال التي تأتي من بعدهم حتى يعني يعتبروا بهذه الآية وها نحن نتذاكر ونتدارس هذه الآية ونأخذ منها الحكم ونأخذ منها كيف نفعل قانون اليقين في حياتنا وكيف نفعل قانون التأويل في حياتنا وكيف نفعل قانون التأمل في حياتنا أخواني الكرام أخواتي الكريمات أيضا هناك تمرين آخر حتى نفهم كيف نفعل قانون اليقين في حياتنا وهو حادثة المنع من أداء عمرة الحديبية السؤال الأول كيف فعل النبي الكريم قانون اليقين في هذه الحادثة أي لا حزن ولا خوف السؤال الثاني كيف فعل النبي الكريم قانون التأويل أي ما هو الظاهر وما هو الباطن السؤال الثالث كيف فعل النبي الكريم قانون التأمل أي مصيدة الأفكار السؤال الرابع ماذا كانت نتائج هذه الحادثة التي تجلت فيما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا أخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا الآن نقف مع السؤال الأول كيف فعل النبي الكريم قانون اليقين أي لا حزن ولا خوف في هذه الحادثة النبي الكريم عندما قرر أن يذهب إلى مكة لكي يؤدي سنة العمر هو يعلم أن مكة الآن هي بأي دل أعداء من الكفار والمشركين وهو يعلم أنه قد تحدث مواجهات وقد تحدث صدامات وقد يحدث منع له من الوصول إلى مكة ومع ذلك كان يقينه على الله عز وجل عالي وأخذ معه الصحابة وأخذوا معهم الهدي ثم يعني توجهوا إلى الكعبة وبالفعل عندما وصل إلى منطقة الحديبية حدث المنع للنبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب إلى مكة أيضا عندما حدث هذا المنع فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن وكان على يقين أن الله عز وجل سوف يحقق له ما يريد إخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا الآن نأتي إلى السؤال الثاني كيف فعل النبي الكريم قانون التأويل وهو الظاهر والباطل الظاهر مؤلم الظاهر منع الظاهر محزن الظاهر مخلق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفاعل مع هذا الظاهر وإنما تفاعل مع الباطن وأول هذا الحدث بالخير انظروا إلى الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا معارضته لاتفاقية الصلح وقال لرسول الله ألست برسول الله قال بلى قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ماذا كان رد النبي انظروا إلى التأويل قال إني رسول الله ولست أعصيه وأنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني هنا التأويل إذن هو لم ينظر إلى الظاهر المؤلم وإنما أول بالباطل أن الله عز وجل لن يضيعه وكذلك عندما جاء سهيل بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما منعوا من دخول مكة النبي أول وقال النبي سهيل سهل الله عز وجل به أمركم وهذا تأويل وبالفعل سهل الله عز وجل أمرهم السؤال الثالث إخواني الكرام كيف فعل النبي الكريم قانون التأمل وهو ما الصيادة الأفكار أكيد النبي صلى الله عليه وسلم من أمهر الناس في عملية التفكر وفي عملية التدبر وفي عملية يعني استياد الأفكار والإلهامات والإحاءات من الله عز وجل وبدأت تأتي هذه الأفكار ثم بعد ذلك يعني جاءت النتائج وتجلت النتائج فيما بعد من أروع ما يكون ومن هذه النتائج التي تجلت فيما بعد أولا حصول النبي الكريم على صلح الحديبية حيث أنه تم وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين لذلك الله عز وجل سماه بالفتح إنا فتحنا لك فتحا مبين ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدات مع بعض القبائل العربية لأن من نصوص الصلح أنه من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل ومن أحب أن يدخل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعقده فعل لذلك دخلت قبيلة خزاعة في عهد الرسول الأمين بينما دخلت بن بكر في عهد قريش كذلك ثالثا دخول الناس في دين الله أفواجه فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجه لذلك الله عز وجل سماه فتح لأن الفتح ليس في الأصل هو فتح الأماكن وإنما هو فتح القلوب لكي يعني تستقبل أمر الله عز وجل وسماه الله عز وجل ليس فتحا عاديا وإنما فتح مبين أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات اعلموا أن حادثة المنع وصلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة ولكن بعد عام في السنة السابعة للهجرة حصل النبي على عمرة القضاء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعود بعد عام من صلح الحديبية لكي يؤدي عمرة القضاء وفعلا خرج النبي ومعه ألفان من الصحابة سوى النساء والصبيان وقاموا بأداء عمرة القضاء السؤال الذي يطرح نفسه أيهما أفضل عمرة القضاء التي كانت في حالة السلم والأمن والأمان وأن الرسول والصحابة يعني يؤدون هذه العمرة يعني بكل أمان وفي سلام واطمئنان أم أن تكون عمرة في حالة حرب مثلا ثم بعد ذلك يتعرضون للإيذاء أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات بعد سنتين من صلح الحديبية حدث فتح مكة كذلك هذه نتيجة من نتائج هذا الصلح كذلك من نتائج هذا الصلح نزول سورة في القرآن الكريم سميت بسورة الفتح والله عز وجل ذكر في هذه السورة عدة أمور منها حدوث المغفرة مغفرة الذنوب للنبي صلى الله عليه وسلم وأكيد للصحابة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذلك من فوائد هذه الحادثة تمام النعمة ويتم نعمته عليك من خلال إعزاز الدين وانتشار هذا الدين والانتصار على الأعداء واتساع كلمة المؤمنين وكذلك من نتائج هذا الصلح وهذه الحادثة الهداية إلى الصراط المستقيم ويهديك صراطا مستقيم ومن خلال هذا الصراط المستقيم يصل الإنسان إلى السعادة وإلى النعيم في الدنيا والآخرة وكذلك من نتائج هذه الحادثة النصرة على الأعداء وينصورك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام بل يحصل فيه الانتصار التام وكذلك من نتائج هذه الحادثة إنزال السكينة في قلوب المؤمنين وينصورك الله نصرا عزيزا وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيمة أيضا من نتائج هذه الحادثة هي إمداد الله للمسلمين بالجنود ولله جنود السماوات والأرض إلى آخر ما ورد في صورة الفتح من نتائج رائعة ظهرت فيما بعد وتجلت فيما بعد من نتائج لهذه الحادثة أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات دعونا نقف عند هذه الحادثة وهذا التمرين وهي حادثة إلقاء موسى في اليم قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كيف فعلت أم موسى قانون اليقين أي لا حزن ولا خوف كيف فعلت أم موسى قانون التأويل أي الظاهر والباطن كيف فعلت أم موسى قانون التأمل أي مصيدة الأفكار ماذا كانت نتائج هذه الحادثة التي تجلت فيما بعد نقف قليلا مع السؤال الأول كيف فعلت أم موسى قانون اليقين قلنا لا حزن ولا خوف الله عز وجل قال ولا تخافي ولا تحزني كأن الله عز وجل وضع شرط لليقين لا خوف لا حزن أي كأنه قال لأم موسى إن ضمنت لي عدم الخوف وعدم الحزن أضمن لك عودة موسى إليك وليس هذا فحسب بل أن الله عز وجل دائما يعطي أكبر وأكثر مما نتوقع وإن ردوه إليك وجاعلوه وجاعلوه من المرسلين أي ولا تخافي ولا تحزني أي لا تخافي عليه من حصول مكروه له ولا تحزني لمفارقته لك فهو في رعايتنا وحمايتنا ومن رعاه الله تعالى وحماه فلا خوف عليه ولا حزن وأني الكرام أخواتي الكريمات كيف فعلت أم موسى قانون التأويل الظاهر والباطن قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة يعني أصبح قلبها فارغ من أي شيء في الكون إلا من ابنها وهذا التعلق بابنها الرضيع يعني وإن كادت لتبدي به يعني هذا التعلق بها يعني جعلها تريد أن يعني تفصح عن أنه هو ابنها لكن عندما يعني فعلت قانون اليقين وعندما أولت ما الذي حدث ربط الله على قلبها لاحظوا لتكون من المؤمنين لتكون من الموقنين إذن هي أولت أن الله عز وجل سوف يعني في نهاية المطاف يكرمها وسوف يعيد إليها ابنها كذلك كيف فعلت أم موسى قانون التأمل مصيدة الأفكار عندما يعني أم موسى سيطرت على الخوف وسيطرت على الحزن وعندما أولت الآن دخلت في حالة خشوع في حالة هدوء في حالة سكينة في حالة طمأنينة الآن بدأت تأتيها الأفكار ومن هذه الأفكار التي جاءت إليها وقالت لأخته قصي هذه فكرة جاءت إليها أنها طلبت من أخت موسى إيش قصيه يعني أن تتبع أثره فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون ما هي النتائج التي تجلت فيما بعد أولا رجوع موسى إلى أمه كذلك حصول الأجر لأم موسى على إرضاعه لابنها والعناية به كذلك السماح لأم موسى بالدخول إلى قصر فرعون في أي وقت تشاء كذلك السماح لموسى من زيارة أمه في أي وقت لأنها بمثابة أمه بالرضاعة كذلك من النتائج تلقى موسى أعلى درجات العناية والرعاية في قصر فرعون وهناك نتائج كثيرة يعني لمن أراد أن يبحث فإنه سوف يجد أيضا نتائج رائعة ومتعددة أيضا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أترك لكم هذا التمرين لكي تجيبوا عليه فيما بعد وهو الدعاء المستجاب كيف تفعل قانون اليقين عند الدعاء أي عندما تدعو لا خوف ولا حزن قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله وكذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كذلك قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكذلك كيف تفعل قانون التأويل عند الدعاء ما هو الظاهر وما هو الباطل كيف تفعل قانون التأمل عند الدعاء ما الصيادة الأفكار كيف تأتيك الأفكار حتى تدفذها ثم بعد ذلك يصبح يعني الدعاء مستجاب وماذا كانت النتاج عند تفعيل قانون اليقين عند الدعاء أيضا أخواني الكرام أخواتي الكريمات رضيق الوقت وبسبب انتهاء وقت الأمسي أترك لكم هذا التمرين بالعودة إلى الماضي والبحث عن حادثة وقعت معك وحدث فيها منع شيء أنت تريده ثم حدث معك منع وهذا المنع طبعا طبيعي وهو من سنة الله عز وجل في الكون قال الله تعالى ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كيف فعلت قانون اليقين لا حزن ولا خوف عند هذه الحادثة كيف فعلت قانون التأويل الظاهر والباطن كيف نظرت إلى الظاهر وكيف نظرت إلى الباطن كيف فعلت قانون التأمل مصيدة الأفكار وماذا كانت نتائج هذه الحادثة التي تجلت فيما بعد إخواني الكرام أخواتي الكريمات إلى هنا انتهت هذه الأمسية لهذا اليوم نسأل الله أن نكون قد وفقنا بما قدمنا ونقول في نهاية هذه الأمسية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أو من الشيطان أشكركم إخواني الكرام أخواتي الكريمات على تواجدكم معي في هذه الأمسية التوعوية الثقافية الهادفة والرائعة والتي كانت بعنوان قانون وميزان اليقين كما أشكر القائمين على هذه المنصة للسماح بمشاركتكم هذه المعلومات حول قانون اليقين وفي نهاية الأمسية نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مشكورين ومأجورين